مناسبة ده قيمة بدنا يا الله قبانا يا دفعدي كوبا ده حفظة قرانك الكريم كي علمتي زكار سولا ميزة تا مدرسة ده الفرقان ايد ديگان كدب غوريالي قبل كداد مرين مناسبة بغرانا يا الله قبانا يا كوبا اردو يصبق عبر يويلل قواصو شفتيه سلمركان صغير بي القريا فريو تمنك سرودود ایسو ده قوتيu سيا قرانك الكريم كا بما عالی كب صعرنا والتخروج مواملنا نحن عدن الأباني يا فرحنا ويسعدنا بما عالی كب صعرنا والتخروج مواملنا نحن عدن الأباني موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبرين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم ضاعة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تأسى به واهددى بهديه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد في هذا الصباح الميمون أود أن نقدم إليكم كلمة عن هدف الحياة أيها الحضور أيها الحضور الكرام من الآباء والأمهات إن الله خلقنا لمهمة شريفة وغاية جسيمة وحكمة عظيمة تتجلى في القول المولى عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا هو واجب المسلم في الحياة ألا أوهي تحقوق العبودية لله وحده وتوحيد الله هي خلاصة دعوة الرسل وأولها وأصلها يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أيها الحضور الكرام إن عبادة التي هي أوجب الواجبات وأكد الحقوق فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما صح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما إنها وسام العز وشرف في الدنيا والآخرة وقد وصف الله بها أكرم خلفه وصفوتهم من الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام كما وصف بها خاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم أيها الحفل الكريم إن العبادة التي أمرنا الله بها كلمة جامعة وعبارة شاملة ونضاق واسع فهي ليست محصورة بعدد من الشعائر وليست مخصورة على نوع من المكان ومرحلة من الزمان وليست محدودة بجملة من الأعمال بل هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأغوال والأعمال الظاهرة والباضنة وهي بهذا تعريف تشمل كل ما يصدر من المسلم من الأعمال القبية والبدنية ولا تنقضع العبادات إلا بالله قال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقصو بيحي سالة دكعة نفتا صحيا سجودة بارا أنيقصو بيحي سالة دكعة نفتا صحيا سجودة بارا سيدين أرضيين سالة دوسحنا الله عمركي سأصوبينينا سيدين أرضيين سالة دوسحنا الله عمركي سأصوبينينا سالة دانينكي سقساقاليا سيدو يالي آخرى سو جيسي سالة دانينكي سقساقاليا سيدو يالي آخرى سو جيسي الله سادركا سرين موداني سو أشحا جيسي هسي جينا سنها نبيكا سحنا نبضانا ويحي سو بمبو سميا سنها نبيكا سحنا نبضانا ويحي سو بمبو سميا معالي سنيا وحكا صحا سو كيسي قلبيكا أسيدا معالي سنيا وحكا صحا سو كيسي قلبيكا أسيدا سيدتي والدكي سيدايل أقنا إنه بساميه سأو سي وضنى سيدتي والدكي سيدايل أقنا إنه بساميه سأو سي وضنى أردي دا الساقدكي سبعي سكا شرايو سيفا جاهلolve حنكال صو كيسي جيو أردي دا الساقدكي سبعي سكا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم مني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عب فإذا الذي بينك وبين عب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ظو حظ عظيم وإما ينزونك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يضفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباضل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سبيل الله اللهم الناس شكرا للمشاهد ترجمة نانسي قنقر 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 ها هادر هادر مديرا إلهي سبحانه وتعالى عمد حياتي وإلهي سبحانه وتعالى هو قد يقول ومسانك حسنات هو صارو وعمل خاليسا لوجه الكريمة هاترت يوقفته إلهي سبحانه وتعالى مركز سبحانه وتعالى حياتي دعينه يقولنا بإعجاب والدين حقوق الموحلة إنه في سواء ما ينظرون ستكون قد سعيد سدقة وفرانة هااً ما هذا نسيت في السرعة السؤالية ستكون قرآن قراريه ترتيب المصادر قراريه 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 ارضيه غيره هنه أنه صحيح يجب ان يكون كتابه لكني لا يوليه خاضل بخضرويه وايضا هذا امره تعتمد تعتمق وعدك كانت مفطة أخرى عنده في تطبيقد الصباح وإعطالنا شخص في الرجل يومين في الرجل يومين في الرجل ومعنى اخلاق هنا اهلاً دين بابل المترجم للقناة 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 المترجم للقناة